القناة الأعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما من الطائرة نقود اتفاول اليوم نحن جاي من الإستاذ المخاوم جاي من الإقلال سحية الدين لسوريا المخاوم ونحن الستاذ المتحدث انتفق احلى تحية للبنان المقاون لسيد حسد نصر الله بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى لاله وضحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لبنان المقاون الى سوريا الصامدة تحية من سيد المقاونة السيد حسد نصر الله الى الرئيس المقاوم تحية من سيد المقاومة الى الرئيس المقاوم بشار أسد وتعالى سيد المقاومة لقد ولى زمن الهدائم وجاء زمن الانتصارات وكما قال الرئيس المقاومة بشار الأسد ان أردتوها حرما فنحن مستعفين لها نحن مستعفين لم ننتصر ولم ينتحر الاختلال عام الفين ولما انتصر عام الفين وستة لو لا مقوفكم انتم الشعب السوري معنا ولو لا دعاكم الرئيس المقاومة بشار الأسد لقد دعاكم المقاومين بكل شيء لم يعد سراً مخفياً ما استطعنا ان نحققه في لبنان كان بفضل داعي سوريا وقائد سوريا والزهورية الاسبابية الإيرانية من هنا من هنا من أرض المقاومة من أرض الضبوط نريد أن نؤكد على مسألة بغاية في الأهمية أن عدونا الأساس هو إسرائيل وكما حررنا الجنوب سنحرر الجلال ومزارع شمعه سيتحرر الجلال على أيدي الرئيس بشار الأسد إن شاء الله ليس فقط ليس فقط نزارع شمعه والجلال بل كل الأراضي العربية الموت في إسرائيل أنتم الشعب السوري أنتم من تمثلون هذا الشعب ليس فليس الذين لا يمكن أن نطلق عليهم اسم وطني من يضع يده بيد الغرب ومن يتآمر على بلاده لا يمكننا أن نسميه وطنيا بل هو خائن هذا هو الشعب السوري وهذه الرسالة قد وصلت إلى الداخل والخارج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميما بيعرف غنية جفار جفار يا شعبي الجفار يا شعبي الصامت بوجه العصار والشام بتبقى مخرس بعيون الغربان خلال هنا بابا سلائر حجر الحادر بطو علي بطو علي بطو علي يلي بتحبوا سوريا يلي بتحبوا سوريا بطو علي بعلي الراية بطو علي لا يقفتنا العربية لا يقفتنا العربية يا بلالي العتيني والعنيدي يا بلالي العتيني والعنيدي يا قصة حب يا عزم القصير اله العزم عنده عطاك عروس الشرق ما ازمل حلاتي ما فينا نعيش سوريا بلاك انت امنا الحر الوحيد يا بلالي العتيني والعنيدي ابونا ادم اللي هبط فيك ابونا ادم اللي هبط فيك اختارك مسكنه وقلبه عليك يا ارض الحب يا ام الطهارة عروس الشرق محروم الحقارة ابونا ادم اللي هبط فيك اقول لمن تأمر علينا من مجلس الخوف ومجلس الرعب ومجلس الامن ومجلس الهلع اقول ابناء سوريا لن يخافوا ابدا ونقول لمجلس الامن فلتصدر للعالم الامن لا تصدر الخوف والرعب فلتصدر يا مجلس الامن للعالم الامان انظر الى موقف روسيا والصين هذا الموقف الذي سجله التاريخ قيادة وحكومة وشعب الشعب الذي عاش حر شعب سوريا الاسد وبقي حر ومقولة الامام عليه سلام الله عليه ورضي الله عنه الحر حر ولو مسه الضر الحر حر ولو مسه الضر فالحرية لابناء سوريا لا نريد من يدندن على الديمقراطية والحرية او يلعب بمشاعرنا بجبة الشيطان لكي يرتديها ويدخل بين المؤمنين ان الدين واضح ايها السادة رسالة مدوية للقرضاوي ولكل من تآمر على بلدي اسمعوا يا من اردتم بهذا الدين تدميرا نحن ابناء الاسد ونحن ابناء سوريا ونحن من قال فينا قال فينا قال فينا الله ايها الجمهور ايها الشباب ايها المقاتلون في ساحات الوغى يا امة المصطفى يا عشاق القائد والقيادة هذا الصوت الذي انطلق من حناجر المؤمنين بحت اصواتهم من اجل اعلاء كلمة الحق من اجل حقن الدماء من اجل املمة الصف الداخلي لذلك قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم وقال الله تعالى لابناء سوريا اسمعوا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم الحظ العظيم لابناء سوريا قيادة وشعب سيكون في كل مكان تدوي افيدة الصادقين يا اوباما انظر الى شعب سوريا خرجوا من كل حدب وصوت ارادوا ان يعطوك رسالة السلام ارادوا ان يبينوا رسائل الحب لكنك اردت رسائل الحرب لذلك يا سادتي حينما طوق المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى اهل بيته رضوان الله عليهم ارادوا فيه فتكا وتدميرا لكن الله نجاه نجاه الله يا سادة بماذا بدعوة عظيمة جليلة بين جنبات الكون الاربع يا ابناء سوريا نقول رسالة منها هنا للعالم مدويا ونقول يا قائد الوطن يا قائد الوطن شعبك يناديك في كل مكان اين الصوت واين السير واين الصورة يا قائد الوطن شعبك يناديك في كل مكان معك بدمائه باشلائه برجاله بنسائه يا قائد الوطن فلدة الاكباد وسمرات الرجال كالجبال تقفوا تدوي في كل مكان اشكر وقفتكم الابية واشكر الصبايا والشباب واشكر اخوتي ابناء الحق والحقيقة الصحفيين والسياسيين والتربويين واشكر رجال الامن العظماء من امننا العظيم ومن حفظنا حفظ النظام التقي النقي على هذه الوقفاء وشكرا لهذه المؤسسة العظيمة ولكل ابناء سوريا ولقناة الدنيا وللسيد الرئيس الدكتور بشار الاسد حفظه الله ورعاه وحفظ اسرته الكريمة حفظ هذه الاسرة يا احبة السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد عنده اسرة وعنده اطفال وعنده اولاد نجح في تربية اسرته ونجح بتربية ابنائه في داخل البيت البيت الصغير لكنه ها هو ينطلق الى البيت الاعظم والاعمق بين جنبات سوريا بل بين جنبات الكون الاربع نقولها في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوريا احنا ارجانك بشار وهي كلمة تنام نحكيها نشرح عمرات نهار وهيدي الله الحامل سوريا نحن ولادة من ولادة ما بتتعادى سوريا الله لرادة تبقى بظلك سوريا نحن ولادة من ولادة ما بتتعادى سوريا الله لرادة تبقى بظلك سوريا نحن بشانك بشان وهيك المتنام نحكيها اشرح عمرات الارد وهي دي الله اشترك نحن رجالك بشان وهي كل مدنام نحكي لكل من لم يسمع ولكل من سمع ولم يسمع نحن نخييكم من طاقة السبع بحرات في دمشق وهذه الجموع المختشرة التي جاءت لتقول كلمتها والتي جاءت ليكون لها مصمتها في هذه الأزمة التي راهنوا فيها على الشعب السوري وفشلوا وراهنوا فيها على الجيش السوري وفشلوا وراهنوا أيضا على محقة أولاء الأصدقاء في السورية وفشلوا وهو الشعب السوري اليوم يحق هذه الوقفة العظيمة ليشكر أصدقاء سوريا ليشكر روسيا ليشكر أصدقاء وليقول مرة أخرى لسيادة الرئيس نحن معك في طريقة الصحاب لتكون سوريا درسا للوطنية لتكون سوريا خلعة الممنعة كما كانت أبدا أيها الأحبة نواصل هذا البث الحي والمباشر وأيضا سوف يستمر معي ضيفي الأستاذ معد محمد في وصف هذا المشهد وفي تنباق الكلمات التي ربما تلد من رحم الدقيقة يعني نحن ربما لا نحضر ماذا نقول ولا نكتب ماذا نقول ربما هذه الهدفات ربما هذه الكلمات هي التي تلهمنا ماذا نتكلم وماذا نقول هذه هي العفوية هذه المحبة كما عاولكم دائما تلفزيون الدنيا أن ينقل لكم الحقيقة كما هي على أرض الواقع بدون فيادة بدون نقصات ترجمة نانسي قنقر